خالد دبابة هو اسم الشهر للشهيد النقيب خالد محمد كمال المغربي وهو اتولد في محافظة الاليوبية اتولد خالد مغربي سنة 1992 استشهد في 7 يوليو 2017 استشهد الشهيد خالد أثناء متردته لجماعة تكفريين وهو في طريقه لانقص زملائه في كمين البارس برافح في شمال سيناء كتيبة 103 بقيادة الشهيد أحمد المنسي خالد مغربي كان بيجهز حكته علشان جاله تكليف انه يسيب الكتيبة بتاعته وهيروح لقوات الساقة في اسكندرية لكن جاله اتصال من احد ضباط كمين البارس قال انهم بيتعرضوا الهجوم ارهابي وبسرعة جهز مغربي قوة مكونة من مدرعتين ودبابة وعربية تشويش وعلى بعضه 400 متر من موقع البارس خرجت من طريق جانبي عربية دفع رباعي سيقها انتحاري وفيها متفجرات اتصدمت بمدرعة مغربي واستشهد البطل الشهيد خالد مغربي كان متجاوز وكانت مراته حامل في شهر الخامس وقت استشهده وولدت ولد سميته خالد على اسم بابا لانه للأسف ما شافوش قالت مرات خالد مغربي ان الارهابيين هما اللي سموه دبابة لانه حقق امتصارات كتير عليهم وقتل كتير منهم وكانوا عاملين مكافأة للي يمسكوا ويوم جنسته عرفت ام الشهيد من واحدة جت تعزيها انه كان بيساعدها في تجهيز الرايس اليتامة وكمان كان بيزور ويساعد سيدة عجوز وولدها ما كانوش بيسألوا عنها ولد احمد المنسي 4 اكتوبر سنة 1978 في مينيا الامح بمحافظة الشرقية استشهد احمد المنسي في 7 يوليو سنة 2017 اسم احمد المنسي الحقيقي احمد صابر محمد علي المنسي شغل منصب قائد الكتيبة 103 ساقة بالعريش في شمال سيناء كان له ثلاثة ابناء ولدين حمزة وعلي وبنت عليا اما حكاية المنسي مع الصقر كان في يوم طلع مدهمة بالنهار في مكان صحرة في العريش وكانوا ماشيين على رجليهم لقوا صقرين تحت صخرة كبيرة شكلهم زغيرين فقال المنسي تعالوا نجيبهم معنا الكتيبة وجابوا حبل وربطوا الصقرين كل صقر في عربية وسألوا زميله هنعمل بيهم ايه فقال الصقرين دول هيموتوا هنا من الحرة هناخدهم معنا الكتيبة يشربوا ياكلوا وبعد ما راجعوا الكتيبة العسكر اخدت صقر والمنسي خد صقر وبقى زي صاحبه لدرجة ان الزميله كانوا دايما بيسألوا ابنك عامل ايه الشهيد اللواء محمد جبر استشهد في مسبحة كرداسة الشهيرة ومسبحة كرداسة اللي حصلت يوم 14 اغسطسة 2013 في نفس اللحظة تفضي اعتصام ربعة فقد حصل عشرات من الارهابيين مركز شرطة كرداسة لمدة خمس ساعت استخدموا فيها سلاحة الاربي جي وده ادى الاستشهادة 14 ظابط وفرد شرطة من قوة مركز الشرطة ومنهم العميد محمد جبر مأمور اسم كرداسة ونقيبه العقيد عامل عبد المقصود والنقيب محمد فاروق الملازم الاول هنيشته وفي اليوم ده دافع الزباط الاسم وعلى رأسهم اللواء محمد جبر عن اسم الشرطة بشجاعة شديدة وكانت اخر كلمات اللواء محمد جبر لن اترك الاسم الا على نعش الموت وكان مشهورا بوجوده اغلب اليوم فعمله وقضى اللواء محمد جبر معظم خدمته في الدخلية بقطاع الامن العام وعمل مأمور لسلاسة مراكز في الجيزة الوحيد وابو النمرس ثم كرداسة وقدر القضاء على ظاهرة العصابات المسلحة في كرداسة بحملات امنية متكررة وللواء محمد جبر ولد وحيد يضع عمر سلك نفسه خطوات والده التحق بكل اية الشرطة وتخرج ساعة 2017 وللواء محمد جبر بنت كان متحدد معت زواجها بعد ايام قليلة من يوم استشهاده وتم تكريمه لاكتر من مرة بسبب نشاطه الدائم المستمر وصدر قرار بترقيته لردبة اللواء ونقله من مركز كرداسة لعمل مساعد لمدير امن الجيزة وتأخر تنفيذ قرار الترقية 24 ساعة بسبب احداث الشغب واستشهد قبل تنفيذ الترقية ليحصل على ردبة اكبر وهي ردبة الشهيد والفنان اشرف عبد الباقي جسد دور اللواء محمد جبر في مسلسل اختيار اتنين اشتركوا في القناة